أستاذ أحمد طيب يعني مهم جداً زي بكنا من التكلم تأهيل الكوادر الإعلامية من ضمن آليات تأهيل الكوادر الإعلامية كان وجود ورش عمل وندوات ومحاضرات لو حضرتك تكلمنا عن هذه ورش العمل الاتحاد طبعاً من ضمن أهدافه الأساسية هو التدريب والورش لأنه احنا بنرى أنه الإعلام محتاج الإعلامي محتاج لتدريب متواصل لأنه كل فترة بتجي أشياء أخرى ودائما قال الدكتور عمر التخصصية فأنت عشان تكون متخصص في الإعلام في الإقتصاد في أي مجال محتاج لتزود في هذه المهمة مهمة الاتحاد عمل مثل هذه الورشات حتى عندنا ورش في الإعلام ورش في الهندسة ورش في التعدادات تقديم البرامج ورش في إنتاج برامج الأطفال وحتى من هذا أتذكر عملنا ورشة كبيرة جداً جداً في مصر هنا لإنتاج برامج الأطفال هذه الورشة كانت من الورشة الكبيرة جداً جداً والاستفاد منها المقدمي البرامج كان فيها حوالي أربعين وخمسة واربعين مخرج ومعد مقدم لبرامج الأطفال مثل هذه الورش هي الغرض منها الثغل المهنية للمزيع وهي الاتحاد يتبنىها وتعقد في كل الدول يعني إحنا كالاتحاد عندنا 57 دولة الورش تعقد بثلاثة لغات لغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية فتعقد هذه الورش في كل أنحاء الدول الإسلامية الموجودة حول 57 دولة إسلامية في المصر مثلاً بالعربية في المغرب أو في السنغال أو في شرق آسيا في الباكستان فهذا الفكرة أن الاتحاد دوره هو الدورة التثقيفي أو مدى المذيعين والإعلامين في الإزاع والتلفزيون بالخبرات الكبيرة جداً ومثل هذه الورشة التي عقدت الآن في المصر العربية هي كانت تثقيفية عالية جداً جداً وإحنا لما تحدثنا مع الإعلامين الذين حضروا الدورة كلهم جميعاً أجمعوا بالاستفادة القصوى كما قال الدكتور علي أن الاستفادة التي استفادوها الآن من هذه الدورة حتى تعود عليهم بالفائدة لما نرجعوا لدولهم يتم عكسها إذا الإعلام أو في التلفزيون ترجمة نانسي قنقر